اهلا بحضراتكم من جديد في اولى فقراتنا اللي هنتكلم فيها عن مكانة المرأة عند المصريين القدماء الحقيقة هي كانت بتتمتع بمكانة رفيع ومميزة جدا باعتبارها الشريك الوحيد للرجل في الحقيقة الدينية ويمكن في مناصب كتيرة جدا احنا عارفينها يعني في الدولة وفي مناصب كمان سياسية يعني كانت من نصيب المرأة المصرية فكل ده هنعرفه وهنعرف تفاصيل كمان اكتر من ضفنا اللي منوارنا دكتور احمد بدران استاذ الاثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة صباح الورد عليك دكتور صباح الورد يا سيد كريم وصباح الورد يا سيد انهال وصباح الورد على كل مشاهدي القناة خليني في البداية دكتور عايزين يعني نبدأ بيعني الموضوع الاساسي اهمية المرأة المصرية في العصر القديم بشكل عام يعني كان شكل عام نستيب تمام هو بشكل عام زي ما حق ذكرت كده ان المرأة لعبة الدور مهمة جدا في الحضارة المصرية القديمة والحضارة المصرية من اقدم بل هي من اهم الحضارات اللي هي قدرت المرأة ويعطتها مكانة كبيرة جدا في المجتمع لان هنا اي مجتمع واي حضارة عشان تتقدم الامام ويكون فيها انجاز وفيها رقية يعني لابد ان يكون عنصرين المجتمع مشاركين بنفس القدر وبنفس الهمية وبالتساوي صحيح والعنصرين اللي في المجتمع هو الرجل والمرأة والمرأة هي اساس المجتمع هي اللي بتكون الاسرة هي اللي بتعمل النواة الصالحة لمجتمع سليم مجتمع صالح بمعنى صح فهي الاساس وبالتالي مصر القديمة يعني ادركت هذا الموضوع وايه اعطت المرأة اهمية كبيرة جدا وبالتالي هي حتى المسميات بتاعة المرأة في الحضارة المصرية القديمة يعني مثلا مصر القديمة يطلق على المرأة كلمة ست اللي حد الوقت يكونوا علىها ست وهي ست معناها سيدة وكمان بيسميها كمان مسمة تاني بيدل فعلا يعني على اهمية المرأة في المجتمع وآآآ في مصر القديمة وكمان في مصر الحديثة وفي كل العصور آآ انه يقول عليها نيبت بير بالهيروليفي يعني ست البيت او ست الدار ومين دلوقتي ما فيش مرأة في مصر اللي هي ست البيت فعلا هو البيت من غيرها البيت هيغرق لانه هي بعمل تنظم كل حاجة وهي الاساس فهو المصري الفطن لكده عاوز اولي حد اكتر من كده ان المصر القديم اتخذ من الربات او المعبودات غالبيتهم في هيئة المرأة وده يعني ما فيش تقديس وتقدير للمرأة اكتر من كده يعني الحق والصدق والعدالة والنظام في المجتمع هي الممعبودة معت ودي ربة العدل آآ الحب والجمال هي المعبودة حتحور اللي اتطورت بعد كده في العصر البطلمي اصبحت افروديت وكمان بنفس الهيئة في العصر الروماني باد فينوس ربة الجمال آآ ربة القوة كمان بس المرأة يعني هي الجمال والحب لكن كمان القوة والانتقام والحرب برضو معبودات علاقة المرأة زي المعبودة نيت زي المعبودة سخمت اللي كانت بتدافع عن المعبودة رعا المرأة تقلدت مناصب قيادية في الدولة والجيش في عصر الفرعنة عندنا امثلة كتير طبعا زي نيفرتيتي وكليباترا وعندنا سيدات كتير وملكات كتير في عصر مصر القديمة ايه ابرز او مين ابرز النساء اللي تقلدوا مناصب في مصر القديمة تمام هي المرأة تبقى لانقابها اللي وردت في المصر المصر القديمة هي ام الملك يعني هي البنونجم الملك وهي زوجة الملك هي كمان الملكة وهي بنت الملك تمام هي الاميرة وهي اخت الملك تمام وكمان هي من خلال المرأة فيه بروتوكول فيه تقاليد سياسية في مصر القديمة على الاخص لابد ان ينتقل العرش من خلال المرأة ذات الدم الملكي الخالص للحفاظ على نقاء هذه السلالة من نفس العائلة بالزبط ما ينفعش ان هي تكون من غير ذات الدم ملكي لكن لابد تكون من الفئة دي بالتالي كان لابد ان الملك يتزوج من يا ام اميرة من البيت الملك او ان يكون امه ذات الدم ملك خالص او ان هو يتزوج اخته في بعض الاحيان وعشان بس الناس ما تقولش المصرين القدماء كانوا يتزوجوا اخوتهم لا ده كان قاصر على الفئة الحاكمة بس العائلة الملكة ايوة العائلة الملكة الحفاظ على السلالة الملكية على الدم الملك ولو ما كانش دا ولا دا وقت كان بيعمل حاجة اسمها الولادة اللي هي زي اللي عملتها الملكة حاتشبسوت وزي اللي عمله كمان الملكة منحوته بتراتها في حجرة الودا في معبد الوصر رمه ادعى ان هو سليل الاله امون هو ابن الاله امون اللي هو انجابه اهم الملكات اللي حضرتك سألت عنهم هو طبعا في يعني من عصر الدولة القديمة في الملكة نيت وفيه كمان الملكة سوبك نفرو وفيه حاتشبسوت دي دور مهم جدا كلنا عارفينها وعارفين منعبة بتاعها اللي هو الدير البحري عبرز الانجازات كمان السياسية دكتور يعني لو تقدر تقولنا كمان مش بس على الملكة حاتشبسوت لكن كمان على الملكات الاخرية الملكات الاخرية فيه ملكات حكموا زي حاتشبسوت دي تولت العرش وقعدت خمس سوار سنة عملت علاقات قوية جدا مع افريقيا البعد الاستراتيجي لمصر ورحلات لأفريقيا واستوردت منهم منتجات الاستوائية ومصور ده كله على جدران معبادها في الدير البحري اللي كمان اللي فيه ملكات وكمان كليوباترة طبعا دي كان نهاية السلالة البطلمية ودورها كبير جدا وكانت بتوجيد 13 لغة وكليوباترة معناها مجدة القب او مقدسة القب معنا اسمها في الاساس وكان لها دور مهم جدا وحتى السينما العالمية عملت عنها افلام زي الفيلم بتاع إليزابيس تيلور وغيرها من لكن يمكن كان التركيز اكتر على حياتها الشخصية والرومانسية على الرغم من ان هي كان لها دور يعني كقائدة للدولة دور سياسي نمتاحكم مصر الفترة دي في فترة يعني مضطربة الى حد ما وصراع كبير ما بين بطلمة ورومان وادرت ان هي كل بطرة يعني تصل لبر الأمان بالبلاد لحد ما وصل الصدام النهائي ما بين البطلمة والرومان وانتصر ووقعت المعارقة الشهيرة وانتحرت كليوباترة وضمت مصر الامبراطورة الرومانية اصبحت ولاية رومانية لكن في ملكات يا أستاذ كريم لم يحكموا لكن كان لهم دور لا يقل عن حكم يعني مثلا في فترة الهكسوس والاحتلال اللي كان موجود في الفترة دي في ملكة اسمها إياح حتب دي كانت لها دور كبير جدا ومن قبلها كان في تيتي شيري إياح حتب دي هي اللي جمعت الجيش بعد مقتل سقن الرعا والناس حصلت طراب في مصر جمعت الجيش وجمعت الشعب والحماس في صفوف المصريين لحد ما جي ابنها كاموس وتولى القيادة بعد مقتل أبيه اللي هو سقن الرعا ثم هو قطر هو كمان ثم جيه الملك أحمس اللي هو طرد الهكسوس في مصر وحرر البلاد فهنا إياح حتب كان لها دور مهم جدا وده يتضح من خلال الأثار اللي هي بتكلم عن الملكة يا حتب والقبها اللي هي خدتها حتى إن اسمها لسه موجود حتى الآن في الاغنية الشهيرة اللي بتيجي في أول رمضان واحة وإيها واحة وإيوحة لأن كان عودة الجيش منتصر كان في بداية الشهر القمري والقمر طالع في السماء يعني فالشعب قال للاغنية دي واح وي اعح اللي هي اي حتب يعني طب حلوة المعلومة دي تمرت بعد كده لكن هم مصريين ما كانش عندهم لرمضان ولا صيام لكن هي ارتبط عودة الجيش في بداية الشهر القمري فقالت الاغنية دي وأصبحت تقال مع بداية الشهر القمري زي استطلاع حلال رمضان كده في كل سنة طب حديك شايفي أستاذ أحمد أن المرأة في عصر الفراعنة لما تقلدت المناصب السياسية والقيادية تفوقت على الرجل؟ ده نقطة مهمة يا شهر نهال المرأة لما تولت مناصب في الدولة في مصر القديمة يعني آآ أثبتت جدارة كبيرة جدا يعني أقول لحضرتك أن هي على سبيل المثال أقدم طبيبة في مصر ودي سايبت من خلال النصوص عندنا آآ طبيبة اسمها آآ شيسبت دي موجودة من الدولة القديمة آآ محافظة لقليم آآ دي موجودة برضو من الدولة القديمة والدولة الوسطر الحديثة في عصر الدولة الحديثة كان لها كمان مناصب قضائية المصر القديمة أن فيه كان مجالس عرفية في مصر القديمة اسمها القنبة يعني مجالس عرفية آآ بيحلوا فيها مشاكل القرية أو المدينة فكانت المرأة بتفصل في القضايا وده ما فيش أكتر من كده قدر يعني بالنسبة للمرأة في مصر القديمة جميع بقى الأدوار في المجتمع آآ أن هي منشدة مغنية كاهنة للمعبودات آآ وظيفة كهوليتية كان اسمها الزوجة اللي هي الأمون دي كان بتوازي بالزبط الكاهن الأكبر لأمون يعني هي راس براس مع الكاهن الأكبر في المجتمع آآ لها حرية التملك حرية التصرف في أملكها آآ في الزواج وفي الطلاق لها حقوقها دي نقطة مهمة جدا لأنه يمكن احنا التركيز دايما بيبقى على الملكات والعائلة الملكة لكن أعتقد أن احنا مهم أن احنا نتكلم كمان على المرأة المصرية في المجتمع يعني كان شكل العلاقات كان شكله عامل إزاي لما كان بيبقى عايزة تتجوز كان بيحصل إزاي مسألة أن هي مثلا الدراسة هل كان بتتعلم يعني كان حياتها الاجتماعية البسيطة كان شكلها عامل إزاي دي كلها نقاط جوهرية حدك أسرتها المرأة كانت تاخد كافة حواها في مصر القديمة حق التعليم كان مكفول لها زي الرجل بالزبط عندنا سيدات وعندنا مناظر برديات بتأكد أن التعليم مكفول للسيدات والرجال أو البنات والأولاد في مصر القديمة وفي المدارس وفي غيرها المرأة كمان في المجتمع أن هي يعني بتلعب دور مهم جدا من خلال الأسرة أنا عاوز أأكد عن نقطة دي أن كل التعليم اللي جات لنا ووصلت لنا في برديات مسجلة مكتوبة من أيام المصر القديم والعلم نقدمها تعليم بتاع حتب دي أقدم برتقلات وأقدم تعليم وخبرات حياتية ونقلها المصر القديم للأجيال بعد كده وكانت بتستخدم كمناهج تدريسية يعني أدب تهذيبي كده زي دلوقتي اللي احنا بندرسه في المدارس اللي هو فكرة الاحترام الآخر والأداب والتعليم والسلقيات هي كانت حاجة كده بتدرس بتاع حتب حرجدف أمونم أوبي دو كلهم حكماء كبار جدا وكمان الحكيم آني كلهم كانوا بيحثوا أو بيتكلموا عن دور المرأة في المجتمع وأهمية الزواج للإنسان وارتباط وإكرام المرأة وإطعامها وكساءها وإن الزيوت والمكياج هو خير علاج لأعضاءها ده كله مكتوب باللغة المصرية القديمة وإنك ما تجيش بقى وقف في البيت وقف في البيت وقف في البيت كلها فين الحاجة الفهنية كل شوية لا أنت راقب من بعيد وهي عارفة كل حاجة بتقدم لك الحاجة لا عاش بقى تسألها عن دي فين ودي فين ده كله مكتوب في البرديات طيب بمناسبة الزواجي أستاذ أحمد وفيه ناس يعني بتحب تخلف كتير هل كانت المعتقدات دي سائدة في العصر القديم؟ حلو الأسئلة دي بتبين بتوضح الحضارة المصرية يمكن المعتقدات دي والأفكار دي في العصور الوسطى والفترات المعديها كانت سائدة جدا مصر القديمة كانت شو عند المعتقدة أو الأفكار دي لأن احنا اتفقنا أن المرأة زي الرجل أن هما اللي في المجتمع سواسية وأنها يلاقي دور كبير جدا لو حضاراتكم راجعتوا التماثيل والصور اللي أنا أجيبها أو معروضة في البرنامج هتلاقي المرأة في كل التماثيل سواء كانت ست بيت عادية جدا ست جنب جوزها بنفس الحجم مش هقل منه ولا حتة جنب رجله لو كانت مالكة عن أضخم تمثال موجود عندنا حضارة مصرية تمثال بتاع منحود بتلاتة في مدحب مصري وجنبه المالكة تي مع أن المفروض المرأة تبقى أقصر شوية في التمثال من الرجل لكن عشان تبقى متوازية في المكانة وإن هي لا تقل عن زوجها في الأهمية الفنان المصر القديم جعلها في نفس المرتبة حتى في الفن حتى في النحت حتى في النقش بل إنه بالله فيه لمسات بتبين فعلا المرأة صبوحة الوجه الجميلة بتحتضن زوجها دايما إدها حوالين ظهر وهي سنداء عندنا برضو تمثال في المتحب مصر أمسيس التاني ووراها الملكة أو المرأة في ظهر المساوئة بين الرجل والمرأة ده منقول وراء كل عظيم المرأة ده حي المثال ده يعني خير بيسأل لي كده هي واقع هو الملك واقف قدام وهي سنداء ظهره من وراء وده موجود في حديقة المتحب مصر في التحرير في علا على الشاشة نفس طول الرجل هو نفس طول المرأة نفس الطول ونفس الحجم ونفس الملامح بل هي ملامح الحب والود والعطف والتراحم والعناقة القوية بينها من لمسات المرأة يعني مسك أيديها حوالين وسطه أو حوالين كتفه أو ده رح جايب كتفه منفوق ده دلالة على مدى الحب منه ومدى الحماية التي تكسبها المرأة والترابط عشان كده احنا ما عندناش قضايا طلاق وانفصال كتير في مصر القديمة شعلا دي نقطة ده قليلة جدا حالات قليلة جدا ما فيش خلافات في مصر القديمة بين الرجل ومرأة عشان كده المجتمع كان قوي جدا متماسك جدا لأقصى درجة في الحضارة في مصر القديمة لأن المرأة لها دور معروف ومحدود ويعطاها مكانتها يعني احنا ويحترمها وده مهم جدا في الحضارة المصر القديمة بعكس الحضارة التانية يعني انا هضرب سبيل ميساب صغير على الحضارة الرومانية الحضارة الرومانية فردت على المرأة خلال يعني جنود الرومان لو كانوا بحارب وبرى الامبراطورية حاجة اسمها حزام العفر وده دلالة على عدم الثقة والاحترام ما بين الرجل ومرأة أصلا احنا ما كانش عندنا الكلام ده واتمصر خادت حروب تلك جدا لكن المرأة هي مرأة هي متر روجل في الحضارة المصرية وفي كل العصر هي حاجة غريبة كمان انه انه احنا بنتكلم على حضارة من آلاف السنين ودايما يقول لك انه مسألة احترام دور المرأة وابراس دور المرأة من المفترض ان دي حاجة اللي هو ان احنا عايزين نتطور لكن الحقيقة هي موجودة من آلاف السنين ده انا عاوز اعطل كلام حضارك يا رس كريم ان المرأة في مصر قريبة من آلاف السنين زكرت كده من اكتر من اربعة تلاف وخمسمائة سنة حظيت على حقوق وعلى مكانة وعلى دور في المجتمع لم تحصل عليه المرأة في اوروبا في العصور الحديثة اللي هم بيداوروا على حقوق المرأة وحقوق ومساواة والعدل وكل ده بيحكوا فيه المرأة حاصل على كلام دوت في مصر القديمة من آلاف السنين وكان لها دور كبير جدا احنا عزين نعرف ايه اللي حصل غلط يعني ايه اللي انتقل من يعني من هذا المجتمع المحترم اللي بيحترم دور يعني كل الشركاء في هذا المجتمع ليه يعني اه الحتة انه اصبح ما بقاش لدور المرأة هذه الاهمية او انه بقى فيه عدم احترام لدور المرأة في المجتمع هي دلوطة مهمة هو الطايم لاي المتصل اللي احنا الجزور المصرية قديمة والشعب المصري ده شعب جيناتو مصرية ليه طبيعة خاصة معروفة يعني لكن اختلاف بقى المعتقدات والمفاهيم من فترة لفترة ودخول مؤسرات جديدة على المجتمع قدت الى لكن برضو في طوال الفترات اللاحقة لم يكن هناك تهميش بالقدر انا يمكن عشان بس اوضح النقطة انا مش بتكلم على المجتمع المصري انا بتكلم على الحضرات كمان على مستوى العالم في المنطقة وفي العالم كله زي ما حضرك اشارت انه في اوروبا برضو يعني الحضرات الرومانية او الدولة الرومانية لم تحترم المرأة زي الدولة المصرية القادمة لان الحضرات دي حضرتك كانت قايمة على مفهوم الرجل القوي الرجل هو العنصر المسيطر هو القوي هو المحارب هو لكن الحضرات المصرية تختلف في فكرها وفي رقيها وفي حضرتها عن كل الحضرات اللي هتا في منطقة الشرق او في الغرب حضرتك ذكرت ان المرأة تقلضت مناصف سياسية نعم واشتغلت في الطب والهندسة والفن نعم وكانت مشاركة بنسبة كبيرة في تطور المجتمع دي حي طيب بالنسبة للبيت بقى وتربية الابناء كان مين بيقوم بيه تربية الابناء وهل الزوج كان بيشارك في هذه العملية دي بقى اهتم بيها المصر القديم دور المرأة في البيت في المجتمع لان هي اساس زي ما قلت هي الخلية الاولى في المجتمع وهي النواهي الاولى للمجتمع المرأة كان بتلعب كل الادوار اه في البيت هي الام وهي المربية وهي المعلمة وهي اللي بتهتم بشؤون الاسرة وهي اللي بتعلم الاداب والسلقيات والاخلاق وهي اللي بتعلم الموصل العليا واللي بيأكد الكلام دوت التعاليم برضو بتاعة الادباء والحكماء في مصر القديم اللي وصلتنا مكتوبة ومسجلة في برديات تكلم عن يعني مثلا يعني ما يكلم عن دور الام بينصحه لا تنسى فضل امك عليك التي حملتك بجوار قلبها يعني كتشالك على قلبها هنا وبعدين اهتمت بيك ولم تكن تأنف من رائحتك يعنيش بتعرف منك وبعدين تاخدك توديك المدرسة واتجهز لك الاكل والطعام تمام فده كله وعليك ان تخشى دعاء الام لان الاله يستجيب لدعواها يعني ده دلالة مدى اهمية المرأة في المجتمع المرأة لم تقصر على اطلاق في مصر القديمة اعدت جيل صالح اعدت اسرة قوية جدا كان لها دور في تقادل المجتمع في الانجازات الحضرية والشواهد الاسرية بتشهد على كده برضو التماثيل والنقوش بتبين ازاي بأسرة موجودة الزوج والزوجة والبنت والولد كلهم في وضع واحد حتى في التماثيل مجسدين حتى بالنسبة للناس العاديين في المجتمع او حتى بالنسبة للأسرة الملكية بنلاقي اخناتونة محطب الرابع والملك اليفيرتيتي والبنات وقاعد جلسة أسرية ومسكت بنته على حجر وعمال لعبها بالعقد كده وقدامه الملك اليفيرتيتي فده لا على مدى التراح ومدى قوة العلاقة ما بين الرجل ومرأة ودورهم المتساوي في المجتمع كمانية دكتور رحمة خانية أسألك عن ان الرجل لما بيتقلد منصب الملك أو القائد بيبقى ليه رهبة والشعب بيهابه وبقى فيه خوف من القائد هل نفس الشعور ده بيكون موجود عند الشعب لو كانت القائد ست مش راجل؟ ده سؤال مهم يا سيدنا هل الهبة والخشية من الملك الحاكم ديا لأن فيه قواعد بروتقولية حتى موجودة حتى الآن يعني في كل المجتمعات والحضرات والدول يعني فيه قواعد محددة صارمة تفرض على الملك بيظهر بشكل محدد وهيئة معينة وهيئة رسمية اللي يمكن كسر القواعد ديا كان إخناتون مرحوتي بالرابع لما بصور حياته الأسرية بمنتهى البساطة ولقاءه مع الملك نيفيرتيتي الأحيان يقبل ملك نيفيرتيتي مع البنات وهو بيلعبهم فهذا الملكة برضو لما بتيجي في دور يعادش بسوت ما هي كمان كان بيتطبق التقاليد والبرتقلات الملكية يعني هي كمان في حدود لكل الناس لما تعملها لكن هي كانت محبوبة من الشعب والدلعلة كده إن عصرها كان عصر نهضة وازدهار وعملت نهضة تجارية واقتصادية وعلاقات دولية وخرجت بر حدود المنصرية كان فيوفة هي والقادة بتوحها يعني قادة المربيين دور كبير جدا في الفترة دي ودلع كده معبدها اللي هو من تلت طوابق معبد نادر ومتفرد بيشهد على عصرها اللي هو عصر الازدهار والقوة وإزاي المناظر المنقوشة على المعبد دوت بتبين المجتمع والوضع والعلاقات الدولية وبلاد بونت والزيارة الشهيرة بتاعتها ونقل المسالات اللي هي قامت بيها من محاجة الجريت فرسوان لمعبد الكارنك وليسة حتى الآن مسالة وقفها في المعبد الكارنك وواحدة على الأرض يمكن طبعا الكلام الحضراتك بتقوله يمكن من أول الفقرة هو كلام مهم جدا وإحنا دايما بنتشرف بوجود حضرتك معنا لكن الحقيقة يعني أنا عايز أتكلم على المجتمعنا إحنا الحالي إزاي يعرف الحاجات دي وإزاي يقرأ عن الحاجات دي وأنا عايز أتكلم على المؤسسة التعليمية وحضرتك ليك دور بارس طبعا في التعليم الجامعي لكن كمان في التعليم المدرسي هل إحنا عندنا القدرة إن إحنا ندرس الولاد في المدارس هذه المعلومات عن المجتمع المصري القديم وعن دور المرأة في المصري القديمة بخلاف طبعا الحروب والمعارك هل نقدر إن إحنا نوصل هذه الرسالة للمؤسسات أو المدارس خاصة في الفترة أو الولاد الصغيرين يعني مش بنتكلم كمان بس على التعليم الجامعي هو المحور اللي حديك أثرته دوت مهم جدا إن إحنا إزاي نوصل القيم والأفكار والحضارية المصري القديمة للأبناء والطلاب والتلاميذ في المدارس والجامعات حتى جمان يعني إحنا هقول لحديك على مستوى الدولة إحنا نشوف من دلوقتي اهتمام سيد الرئيس بالأثار الحضارة المصري القديمة دلوقتي تمن تلاف وعشر تلاف في اليوم صحيح دلالة على مدى التغير الحصلي يعني تالي حاجة في حاجة وزارة السياحة والأثار عندها في كل موقع حاجة اسمها إدارة الوعي الأسري بنعمل آآ مجهود كبير لنشر الوعي الأسري بأفكار بسيطة سواء بقى من خلال نشر اللغة المصري القديمة والأبجديات بتاعتها والقيم والأفكار واللحظة قلتوا ما نكلمش عن حروب والانتصارات لكن عن القيم والمصر العلي اللي جات لها من مصر القديمة آآ بنقدمها بحاجات بسيطة يعني تالت حاجة وزارة التربية والتعليم مشكورة يعني دلوقتي حتى في المناهج التعليمية آآ أجزاء عن الحضارة المصرية القديمة وهي أجزاء قيمة لكن احنا عاوزين كمان هم يستعينوا بالمتخصين من كلية الأثار آآ عشان تبقى المعلومة أدق أكتر من كده ونقدر نقدم لهم استفادة أكتر يعني لكن هو بسفة عامة على المستوى العامة على مستوى الدولة فيه اهتمام كبير جدا بنقل الحاجات الحضارية من مصر القديمة لأن أساس كريم مصر القديمة هي المنبع لكل الأمور الجيدة لكل التقدم العلمي والحضاري والفعل السقافي والقيم دي واحترام دور المرأة يعني من وجهة نظري أنا يعني لو تسمح إن أنا أقول وجهة نظري أهم من الإنجازات الحربية والإنجازات المعارك يعني القيم بتاعة المجتمع وإزاي المجتمع كان عايش في رقي وفي تقدم وفي تطور أعتقد أنه مهم جدا دراسته مع طبعا الانتصارات والمعارك ده حقيقة وده اللي بيحصل دلوقتي إن احنا بننقل من خلال المناهج اللي هي خاصة بتدائي وغيرها والإعدادي والسنة وكمان القيم بتاعة مصر القديمة العدل والحق والصدق والحب العمل وحب الوطن والإنجاز والنظافة وحب تقديس النهر نهر النيل المصر القديم كان يقسم في أمام حكمة الأرواب أنه لم يلوس النهر يوما يعني ما لوسش نهر النيل دوت بل أنه اعتبر منه معبود كان اسمه حابي عشان كده القيم دين بيتم بسها دلوقتي في النشأ وفي المراحل التعلمية المختلفة وأعتقد أنه فيه قبال كبير جدا من الشعب المنصري بكل فئاته على الحضارة المصرية وإحنا شفنا كلام دوت حتى لما تم عمل بعض الأنشودات واللي تم عزفها في موات الملكية أو في افتتاح طريق كباش كانت لقت صدى كبير جدا عند المجتمع المصري وعند المجتمع العالمي فقيم الحضارة المصرية هي قيم صالحة لكل العصور ولكل الأوقات الزمانية لأنها كلها قيم نبيلة تحس على أو تودي إلى مجتمع صالح بيعمل بيجتهد منتج متقدم ما فيش أكثر من المجتمع المصري القديم كان تقدما وحضارة في تلك العصور الصحيقة اللي كان كل العالم لا يعني يرزح في ظلال أو في الظلام لكن مصر القديم كان هو المنارة وهكذا هي مقصد العالم كله عشانك يا سيد كريم أنا عاوز أقول لك الرحالة والمصر الشرقين والإغريق اللي جون مصر زي هيرودوت ويدودور السقلي وبالليني وغيرهم أشهدوا بمصر هما ليه جون مصر عشان هي بلد الثقافة وبلد العلم والحضارة والسحر والغموض هنا هيجوا هيكتبوا حاجات لكن هيروح فين يكتب تاني هنا بلد السراء هو ده كان سهب رئيس اللي مجيئ هؤلاء المؤرخين المرحالة وكتبوا كتب كتير عن مصر مصر دايما مزدهرة دفنا الدكتور أحمد بدران أستاذ الأثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة بشكر حداك شكرا جزيلا على تشريفك لنا النهاردة في صباح الورد شكرا جزيلا حضراتكم دايما مصر مزدهرة بأثارها وحضارتها وشعبها وقيادتها وتحية مصر خلصت فقرتنا الأولى فاصل سريع وهنرجع مرة تانية لفقرتنا التانية